وافتتح رئيس الوزراء محمد الشاعر السوداني مصفى كربلاء الستراتيجي بطاقة انتاجية تصل إلى 140 ألف برميل يوميا وقال السوداني إن الحكومة وضعت في أعلى سلم أولوياتها العمل على رفع الطاقة الانتاجية للمصافي النفطية وسيكون من خلال دعم واستكمال الوحدات الانتاجية التكميلية قيد الإنشاء والاستثمار في قطاع التكرير وصولا لتحقيق أعلى قيمة للبرميل المصدر